اشتركوا في القناة والجغرافيا والادب والحساب عاد الشيخ بعدها الى تمغر ولاية بيجاية رافعا من مستوى زاويته الاولى الى ما يشبه المعاهد الاسلامية فكان طلبته الملتحقون بجامعة الزيتون في المراكز الاولى ضمن قائمة المتخرجين التحق الشيخ رحمه الله بالثورة التهريرية في الخمسينات وانخرط في صفوف جيش التهرير ثم اوين ممثلا لجبهة التهرير الوطني في تونس وليبيا بامر من القائد الثوري اميروش مكلفا بالقضاء وفض الخصومات بعد الاستقلال زاول نشاطه في التدريس بثانوية عقب ابن نافا في العاصمة ثم ثانوية عمر الرشيد بحيبن عكنون وزاول نشاطه المسجدي والدعو عامة في مسجد الجغازال بحيدرة ثم مسجد دار الارقم ثم مسجد الامام مالك في بوز الريعة ومن ابرز تلامذته رحمه الله وزير الشؤون الدنيا السابق الراحل مولود قاسم نايت بالقاسم والدكتور محمد شريف جاهر والشيخ ابو عبد السلام رحمهم الله جميعا بالاضافة الى ذلك شغل الشيخ الطهر ايت علجت منصب رئيس لجنة الفتوى في وزارة الشؤون الدنيا والاوقاف قبل ان تتعمق معاناته الصحية الشيخ الطهر ايت علجت احد ابرز مؤسسي رابطة الدعوة الاسلامية لهاية الثمانينات والتي كانت تضم اطيافا ودعاة من العمل الاسلامي والدعو في الجزائر ومنهم الشيخ احمد سهنون ومحمد السعيد واباس مدني وعبدالله الجبلة ومحفوظ نعناه وغيرهم وفي سجل الشيخ رحمه الله ان الشيخ الطهر ايت علجت واحد من العلماء الذين وقفوا بالمرصاد للحملة التبشيرية في الجزائر وله جهود كبرى في الحفاظ على الامازيغية وثوابت الجزائر عامة ويكفيه فخرا انه دوما ضد الظلم والاستبداد وايثاره الوحدة الوطنية اشتركوا في القناة